بنحذر مرة واثنين وثلاثة انا اتذكر انه زمان في خامة الرئيس حذر من اللي بيحصل من قبل 7 اكتوبر حذر بانه كل ما تقوم به دولة الكيان الصهيوني المحتلة هيؤدي الى انفجار الموقف حذر اكتر من مرة اتذكر ان احنا هنا في البرنامج مرة حتى كنت بتكلم ساعتها على التليفون في البرنامج مع دكتور طارق فهمي قلت له على ما يبدو انه من يحكمون الان او هذه الحكومة اللي موجودة برئاسة بن يمين نتنياهو هناك فتلة ابيب للأسف الشديد مهماش لا سياسيين ولا حتى قارئين جيدين للتاريخ لانه في الاخر خالص المقاومة الفلسطينية بتصل لمرحلة بتفجر فيها كل الاوضاع اوعى تتصور انه 7 اكتوبر او مات لها خلال الست شهور اللي فاتوا هو ده اخر حدود المقاومة تاني احنا مش عاوزين المقاومة الفلسطينية تفجر الاوضاع خارج الاراضي الفلسطينية ومش بكلمك بس على باب المندب ولا على الجبهة السورية ولا على الجنوب اللبناني وحزب الله المقاومة الفلسطينية احيانا كثيرة كانت تفجر الاوضاع في عواصم اورطي لا تدفع الموقف الى هذا الحد اشتركوا في القناة